بسم الله الرحمن الرحيم يا أسئين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزل آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنزرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتب ما قدموا وآسارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مسلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليه مسلين فكذبوهما فعزلنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء من أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البناء المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقس المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خابلون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهسئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن قلوا لهم ما جميع لدينا محضرون فإن وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من زبده وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقرن لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فيه فلك يسمحون وآية لهم أن ناحقنا زرية في الغلق المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غربهم فلا صنيخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجدس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقاتنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعمدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أفوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فالسمق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مصيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما إن بغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلل لها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنق قولهم إنا نعلو ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وأن خلقناه من نطفة فإذا هو خسيم مبين وذرب لنا مسلا ونسي خلقه قال من يحيي لظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم من وتوقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لو كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواكعة ليس لوقعتها كاذبة خافذة رافعة إذا رجت الأول رجا وبست اليمال بساه فكانت هباء منبساه وكنتم أسواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من بعين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون بحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جسام بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منزود وظل ممدود وماء مسكود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين سلة من الأولين سلة من الأولين وسلة من الآخرين إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بالد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الظالون المكذبون لآكلون من شجر من زكوم فمالئون من البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرعيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن ممسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشيكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرعيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فغلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرعيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتمه من البزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرعيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواكع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا توصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الظالين فنسل من حبيب وتصلية جحيم إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم من يكم أحسن عملاه وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سباوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين وقلم إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد سينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكان تميز من الغيث كلما ألقي فيها فوج رسالهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقل لأما نسل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصحطا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخصف بكم الأرض فإذا يتمون أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبذوا ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا فيه غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطوف ونفور أفمن يمشي مكبا على وزيه إن يهدأ أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم كل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة قليلا ما تشكرون كل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين كل ما رأوه زلفة نسيت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم كل هو الرحمن آمنا به وعليه تغكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أسبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين